بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا ناقف الليلة مع صفات عباد الرحمن هذه الصفات الجليلة التي مدح الله تعالى بها عباده الذين شرفهم بالإضافة إليه خال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا تمدح جل وعلا بخلقه هذه الكواكب السيارة الدوارة وربط الليل والنهار بسيرها ودورانها وأن تجزئتها للزماء نعمة من الله تعالى ثم ذكر الذين يوظفون هذه النعمة توظيفا حسنا والذين ينتفعون بهذه الآيات ولا يخرون عنها صما وعميانا المقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يتواضعون مع الناس ولا يرترفعون ولا يتكبرون ولا يتجبرون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالإنسان مهما حسن خلقه سيبقاه نالك جاهلون ويسيئون معه الخلق ولذلك إذا سيئ إلى هؤلاء يقابلوا الإساءة بالإحسان وقالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذا حالهم مع الناس في النهار أما حالهم مع رب الناس في الليل فإنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون يصلون لله يناجعون الله تعالى يطرحون بأيدي الله تعالى أمن هو قانت آناء الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فيما ذكر اعتدالهم ووسطيتهم في أمرهم كله فإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يزيدوا حتى يتركوا أنفسهم لا شيء عندهم ولم يقتروا فيضيعوا الفقراء فيضيعوا الفقراء لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا واعتدالا والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لا يقعون في كبائر الإذم وفواحشه الشرك بالله ثم قتل النفس ثم الزنا وهذه أعوام ذنوب كما أجاب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بمسعود أي ذنب أعوام وذن ذكر ساعة رحمة الله تعالى وساعة لطفه وبره بخلقه وأن الذنوب مهما كثرت عفو الله أعظم وأوسع وذكر التوبة من هذه الذنوب الكبيرة فما دونها أولى وأخف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فبيع لهم أن التوبة يقترن بها العمل الصالح والتوبة لست أمرا باللسان لست دعوة باللسان وإنما هي تغيير سلوك وتغيير منهج وتغيير حياة أن يعود الإنسان إلى الله بعد أن ابتعد عنه بمعصية الله تعالى وكفى بذلك ذنب للمعصية فكأنها بعد عن الله والذي يتوب يعود إلى الله بعد ابتعاده تاب إلى الله متابا يرجع عليه مرجعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ولي لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الزور مجالس الباطل مجالس المعاصي وإما ينسي أنك شيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا مروا باللغو مروا كراما ولم يجلسوا ولم يعرجوا إلى المعاصي وإلى اللغو والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا إذا رأوا الآيات المنظورة لم يكونوا كالعميان الذين لم يروا شيئا بل اعتبروا واستفسروا وإذا سمعوا الآيات المسموعة لم يكونوا كالصم الذين لم يسمعوا بل تدبروا وفقه وانتفعوا بآيات الله تعالى فكانت تفسرة لعقولهم وتذكرة لقلوبهم والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما هنا ذكر إيجابيتهم وحصهم على امتداد الخير وأن لا يقتصر عليهم فسألوا صلاح أهليهم من أزواج وذريات ثم سألوا كذلك أن يمتد هداهم وأن يكونوا أئمة للمتقين فيمتد لهم خلف النسب وخلف الدين فخلف النسب هم الأهلون وخلف الدين هم المهتدون على أيدي الإنسان نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يهبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يشعلنا المتقين إماما إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة